موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 1 لسن 5 اليونت الأول الدرس الخامس عنوان الدرس what is the difference ما الفرق موجود بصفحة 14 من كتاب الطالب صفحة 12 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب الاسم الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي صفحة 14 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة what is the difference ما الفرق نانا يريده يئني لموضوع المقارنة ما الفرق بين هذه المصطرة وهذه المصطرة فهنانا يهيئني لموضوع المقارنة مكتوب listen and read استمع وقرأ هذا الشخص يقول this ruler is longer هذه المصطرة أطول أطول من هذه المصطرة إذا تذكرون شرحنا به الدرس الأول إضافة ل-er للصفة وذكرنا إنه إذا ضفنا er للصفة تصير صفة مقارنة شن يعني صفة مقارنة يعني إذا long معناها طويل longer تصير أطول short قصير shorter أقصر big كبير bigger أكبر وهكذا هذن الصفات اللي ضفت لهن er صارت أطول وأكبر ذنني أقدر أستخدمهن بالمقارنة أرد قارن بين شخصين شيئين شجرتين إلى آخره أقارن باستخدام الصفات اللي بيها er مو الصفات العادية long طويل longer أطول فيقدر أقول مثلا علي أطول من محمد مثلا صارت أدي صفة مقارنة longer أطول وإن شاء الله بعد دقائق نشرح الشرح المفصل شون نقدر نقارن بين شخصين من ناحية الطول من ناحية الكبر من ناحية كبر السن إلى آخره إذن إذا ضفنا er للصفة تصير صفة مقارنة كذلك هاي الشخصية تقول I am younger than Yusuf أنا أصغر أصغر سنًا من Yusuf than معناها من I am younger than Yusuf أنا أصغر من Yusuf young صغير younger أصغر كذلك ضافت er للصفة ليش؟ لأن دا تقارن بينها وبين شخص اسم يوسف إذن بما أن دا تقارن ضافت er للصفة إذن مثل ما وضحنا بالدرس الأول من الـ unit الأول أن الـ er إذا ضفناها للصفة يصير صفة مقارنة أقدر أستخدمها بالمقارنة بين شخصين شيئين مجموعتين إلى آخرين إذن هذه كمقدمة لموضوع المقارنة بأسفلها أن نشاط مكتوب match write the numbers وصل من طين مجموعة من الصفات وال-opposites ال-opposites معناها المعاكسات مجموعة من الصفات ومعاكساتها write the numbers اكتب رقم الصفة أمام الصفة المعاكسة المناسبة لها كذلك إذن الصفات ومعاكساتهم شرحناها بدروس سابقة وحفظناها قلنا إذن الصفات جدا مهمة أني أحفظها كأملاء وكمعاني لذلك هذا التمرين جدا مهم من الممكن أن يجيب ليه مثل ما هو يقول لي وصل هذا حقل A وهذا حقل B وصل الصفات من حقل A بمعاكساتها من حقل B فنجي نوصل number one أولا big big معناها كبير وذكرنا أن big كبير بالحجم وليس كبير بالعمر الصفة المعاكسة لها short قصير لا غير مناسبة young صغير بالعمر غير مناسبة أنا أريد صغير بالحجم وليس بالعمر short قصير مرة أخرى كذلك غير مناسبة small صغير بالحجم نعم هذه الصفة المعاكسة لكلمة big فأخلي رقم واحد أمام هذه الصفة number two ثانيا long long معناها طويل طويل بالامتدال شن الصفة المعاكسة لها short قصير نعم سواء كانت هذه short أو هذه كلتا لإجابتين صحيحات فأخلي رقم الصفة اللي هي رقم اثنين أمام كلمة short number three ثالثا old old كبير بالعمر شن هي الصفة المعاكسة لها young صغير بالعمر نعم كذلك هذه الصفة المعاكسة لها نخلي رقم الصفة أمام الصفة المعاكسة لها number four رابعا tall tall طويل طويل بالارتفاع شن هو الصفة المعاكسة لها أكيد صفة short short معناها قصير إذن مثل ما وضحنا هذا التمرين جدا مهم من الممكن نجيب ليه مثل ما هو وصل الصفات بمعاكساتها ننتقل إلى النشاط الآخر listen and say استمع وقل نانا منطيني مجموعة من الصفات الصفات اللي أخذناها قبل دقيقة لكنش ضايفل هن ضايفل هن er ننتبه قلنا إذا نضيف للصفة er الصيح صفة مقارنة يعني long طويل longer أطول short قصير shorter أقصر old كبير بالعمر older أكبر بالعمر young صغير بالعمر younger أصغر بالعمر وهكذا tall طويل taller أطول short قصير shorter أقصر big كبير bigger أكبر لكن ننتبه هنا أنه big لما نضيف لها er حرف g يصير حرفين g أدي هنا g وحدة هنا double g فهنانا ننتبه أنه لما نضيف er لصفة big أصير bigger لكن أضاعه في حرف g small صغير smaller أصغر هنا أنا يريد نبهني يقول لي إذا تريد تقارن بين شخصين مثلا علي أطول من محمد شاقول أقول علي is taller علي أطول than محمد من محمد إذن ننتبه أنه بالمقارنة ما أستخدم tall أستخدم taller وكذلك مع البقية أستخدم الصفات اللي بيها إيار زين أستاذ شون نسوي جملة مقارنة هنا أنا رح نتعلم إن شاء الله شون نقارن بين شخصين أو شيئين ننتبه لدينا ملاحظات قواعدية جدا مهمة أولا إذا أردنا أن نقارن بين شخصين مثلا علي ومحمد سهى ومنا علي وسهى إلى آخره أو مجموعتين قد تكون مثلا مجموعة ومجموعة الطلاب ثانية أو شيئين قد تكون مصدرة وقلم قد تكون من ضده ومن ضده أخرى شيئين نضيف إيار للصفة كما شرحنا في الدرس الأول وراجعناه في الكلمات أعلى إذن أول خطوة الصفة اللي أنا نقارن بين الإسمين الشخصين بيها لازم نضيف لها إيار يعني أنا أدقارن من ناحية الطول أضيف لها إيار من ناحية القصر من ناحية الكبر من ناحية صغر السن كبر السن إلى آخره أستخدم الصفة والإيار هذه أول خطوة الخطوة الثانية تكون قاعدة المقارنة بين الثين كالتالي إحنا لحنا Yuri نقارن لنقارن بين شخصين أو شيئين أو مجموعتين إذن عندي اسم أول واسم ثاني اسم الأول قد يكون علي سهى مونى إلى آخره أو قد تكون مجموعة طلاب مجموعة كتب مجموعة أشياء هذه المجموعة الأولى أو العمو vaccines دل قارن بين هذا الاسم وبين الاسم الثاني كاذا قد يكون مونى سهى مجموعة أشخاص مجموعة كتب مجموعة أشياء الى اخر ايه اذا ادي اسميا دا قارن بيناتهم ننتبه اذا نبدي بالاسم الاول اللي دا قارنه الاسم الاول زائدا اما از او ار او ام استاذ شنه اذن اشوف الاسم اذا كان مفرد مثلا علي مفرد اقول علي از سهة مفرد اقول سهة از the book الكتاب مفرد اقول the book از لكن اذا اقول the books مثلا الكتب ما اقول از اقول ار اذا الاسم الاول اذا كان مفرد اخلي اس اذا كان جميع اخلي ار إذا كان الاسم الاول اي دا قارن نفسي مع شخص اخر اقول اي ام انا مثلا طولر انا اطول ثان محمد اطول من محمد مثلا علي علي مفرد اخلي لأز علي اس طولر ثان محمد علي اطول من محمد الاخري إذن عرفنا شوك تنخلي is وشوك تنخلي r وشوك تنخلي عام زائد الصفة أم ال-er اللي تحمل er صفة المقارنة فأقول longer مو long shorter مو short older مو old إلى آخره إذن أخلي الصفة أم ال-er مو الصفة المجردة زائد than زائد الاسم الثاني اللي دا قارن بي خلني جي نأخذ مثال على المتصير الفكرة واضحة مثلا علي is taller than محمد الاسم الأول من هو علي دا قارن بين علي ومحمد هذا الاسم الأول علي ومحمد الاسم الثاني دا قارن بيناتهم مني يا ناحية من ناحية الطول فقلت taller ما قلت tall إذن ننتبه نأخذ الصفة مليار نلاحظ أن علي مفرد خليت له is مثل ما وضحنا بملاحظة الاسم الأول إذا كان مفرد أخلي له is علي is زائد من الصفة وال-er taller علي is taller علي أطول than من الاسم الثاني اللي هو محمد علي is taller than محمد علي أطول من محمد صارت أدي جملة مقارنة قارنت بين علي ومحمد من ناحية الطول نأخذ مثال آخر the ruler is longer than a pen the ruler المصدرة المصدرة is longer أطول ننتبه دا قارن بين الرولر الاسم الأول اللي هي الرولر المصدرة وال-pan الاسم الثاني دا قارن بين شيئين المصدرة والقلم من ناحية كذلك من ناحية الطول سأقول the ruler is ليش is؟ لعن الرولر مفرد the ruler is longer المصدرة أطول than من a pen من القلم صارت أدي جملة مقارنة قارنت بين شيئين قلنا نقارن بين شخصين شيئين مجموعتين إلى آخر نأخذ مثال آخر I am older than وسام هنا دا قارن بين آني الشخص الأول آني أنا ووسام دا قارن بيني وبين وسام فالاسم الأول I زائدا خليت لآم قلنا إذا كان الاسم الأول I أخلي لآم I am أنا older الصفة بها er older أكبر أكبر وسنن than من الاسم الثاني اللي هو وسام أنا أكبر من وسام مثال آخر my parents والدايا ننتبه أن الوالدين جمع خليت لها are دا قارن بين والدايا وبين آني أقول my parents are older than me والدايا أكبر سنن مني قارنت بين والدايا وبين آني هذا ما يخص موضوع المقارنة نأخذ أمثلة أضافية أكثر بالأغنية اللي منطينيها بالصفحة الثانية من كتاب الطالب مكتوب listen استمع and say the rhyme وقل هذه القصيدة الغنائية منطيني قصيدة غنائية راح نستمع لها نحاول نردد وياها يطلب من عندنا نستمع وردد وبعدها نشوف شون دي قارن بين شخصين بين شيئين بين مجموعتين إلى آخره من خلال ذن الجمال نستمع المقطع الصوتي وراه نوضح مفردات هذه القصيدة الغنائية ترجمة نانسي ورددنا بعدها نجي نوضح مفردات هذه القصيدة أكبر وأصغر A ruler is longer than a pen نانا دا يقارن بين الرولة الاسم الاول اللي هي الرولة المصطرة و القلم يقول A ruler is longer than a pen المصطرة اطول من القلم اسم اول is ليش is لان الرولة مفرد زادنا الصفة ام الايار longer than من والاسم الثاني مثل ما شرحنا بالقاعدة بالضبط and number 12 is bigger than 10 رقم 12 اكبر من 10 كذلك دا يقارن بين رقم 12 و رقم 10 يقول number 12 رقم 12 is bigger اكبر than 10 من رقم 10 a giraffe is taller than a pen الزرافة اطول من النحلة and my mom and dad are older than me دا يقارن بين و بين ابوما اذن mom and dad هذا الاسم الاول جمع خلالة are older than me اكبر مني ابي و امي اكبر مني so i am younger than them انا اصغر سنن منهم you see هل ترى a car is smaller than a van السيارة اصغر من الشاحنة and i am shorter than that man و انا اقصر من ذاك الرجل فهنانا دي قارن بين و بين الرجل i am انا shorter صفة ملعي than من ذلك الرجل that man الاسم الثاني let's say these words together again فلنقل هذه الكلمات سوية مرة اخرى longer اطول shorter اقصر older اكبر وسنن younger اصغر وسنن bigger اكبر و حجم smaller اصغر و حجم taller اطول shorter اقصر اذا لاحظنا من خلال ذن الجمل انه قارن قارن بين النحلة والزرافة قارن بين رقم 12 و رقم 10 قارن بين المصدر والقلم الى اخره باستخدام القاعدة اللي شرحناها قبل دقائق ننتقل الى النشاط اللي بعده make sentences and tell a friend اصنع جمل كون جمل و اخبر زميلك او اخبر صديقك نانا منطيني بعض الجمل الناقصة اريدنا اكملها اكملها حسب شنو حسب القاعدة اللي شرحناها قبل دقائق اذا هذي القاعدة جدا مهمة رح اشوف شون رح تخليني اقدر احل اي شيء متعلق بموضوع المقارنة بين شيئين او شخصين او مجمواتين فمثلا نمبر وان اولا ايام طولر ذان فراغ انا ليقارن بين نفسه وبين شخص ثاني اذن الشخص الثاني هو المفقود انا اطول من فراغ يقول لك هنا اكون جمل حسب ما تراه مناسب واخبر زميلك فهنا انا مثلا انا اطول من شخص اسم علي ايام طولر ذان علي انا اطول من علي قارنت بيني وبين شخص اسم علي صارت الجملة كاملة اسم اول الصفم والإيار ذان والاسم الثاني نمبر ثو ثانيا ايام يونجر ذان فراغ انا اصغر سنا من فراغ كذلك الاسم الثاني ناقص مثلا نقول مهدي انا اصغر سنا من مهدي نمبر ثري ثالثا ماي مام ماي مام اس فراغ ذان مي هناها الاسم الاول موجود الاس موجودة والشخص السناني موجود والذان موجودة شن المفقود الى ترجعون للملاحظة او القاعدة راح تلقون المفقود هي صفة المقارنة امي فراغ مني شن الكلمة المناسبة فراغ مثلا نقول اولدر اكبر سنا مني الصفة مليار هي اللي كانت مفقودة حسب القاعدة نمبر فور رابعا ماي فراغ اس فراغ ذان مي الاسم الاول مفقود وكذلك الصفة مليار مفقودة مثلا نقول ماي داد ابي اس فراغ ذان مي فراغ مني شن الصفة اللي اخليها مثلا نقول طولة ابي اطول مني صارت جملة كاملة انا مجرد يريدني اكمل الجمل حسب ما ارى مناسب غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي مجرد نراجع القاعدة ونمشي عليها نشوف شن نناقص من خلالها ونملي الفراغ من خلالها ننتقل الى كتاب النشاط التمرين الاول انظر الى الصور منطينة للصور كون جمل عن هذه الصور هو منطيني الصورة الاولى كمثال حاط سهم على هذا الولد اش قايل قايل هذا الولد اقصر اقصر من هذا الولد فاكتبها بالفراغات اللي منطينيها اسفل الصفحة اقول هذا الولد هذا الولد اقصر اقصر من هذا الولد اقدر اقول than this boy اقصر من هذا الولد اقدر اكمل الجملة لكن هو فقط يقول لي استخدم الكلمات اللي منطيني اياها الصورة الثانية منطيني سهم على هذا البالون اش قايل لي قايل البالون is this بقى جملة بعثرة اريدني اكون جملة مقارنة حسب اللي خبناه بالقاعدة السابقة فمثلا لا قارن بين هذا البالون وهذا البالون شاقول اقول this بالون this بالون هذا البالون بما انه مفرد اقول this بالون is bigger اكبر هذا البالون اكبر البالون اللي مقشر عليه بالسهم number three ثالثا منطيني صورة ومنطيني سهمين على المسطرات الطويلة ومنطيني ثلاث مسطرات قصيرة اذا دي قارن بين ذن المسطر تين الطوال وذن ثلاث مساطر القصار شقال لي قال لي rulers longer these و are فاقول انا these rulers هذه المساطر شنو are ليش are لأن rulers جمع مساطر فاقول are these rulers هذه المساطر are longer اكبر اكبر من هذه المساطر هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يريد يدربنا اكثر على كيفية المقارنة بين شخصين او شيئين او مجموعتين ننتقل الى النشاط الاخر listen and say استمع وقل let's count and trace فلنعد ونتعقب هنا انا منطيني مجموعة من الارقام ومجموعة من الكلمات اللي هي عبارة عن هذه الارقام كتابة يطلب من عندي نتعقب ذن النقاط على مد اكون كلمة صحيحة هو منقط ليها بشكل خفير فيقول لي هذا الرقم اللي هو 10 يكتب بهذه الطريقة 10 فهنانا يريدني اطوخ هذا الخط اللي هني عبارة عن نقاط فيطلب من عندني listen استمع say اردد بعد المقطع الصوتي وبعدها اعد 10 20 30 الى اخرى فنستمع المقطع الصوتي ونردد وراه وبعدها نروش للمطلوب حفظه من هذا النشاط شكرا للمطلوب حفظه 70 70 80 90 100 اذا اذا بعد ما استمع المقطع الصوتي ورددنا بعده نحاول نطوخ هاي الكتابة نتعقب النقاط ونكتب الارقام هلنه ارقام جدا مهمة اني احفظ هنم لا ومعاني 10 اللي هي 10 20 20 30 30 40 40 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 ضروري جدا اني احفظ املاء ذنك كلمات لاني رح تفيدني بالدروس القادمة فاحفظها من هسه على موض اقدر اخفف عن نفسي بالدروس القادمة اذا صادت فدني بموضوع معين ننتقل للنشاط الاخر listen and say استمع وقل these numbers قل هذه الرقام let's match فلنوصلها منطيني مجموعة من الرقام ومجموعة من الكلمات اللي هي عبارة عن الرقام كتابة يقول لي اقرض اني العبارات ووصلها بالرقم المناسب مثلا number one اولا 32 30 معناها 30 32 32 32 يطلب من عندي نوصلها بالرقم المناسب الرقم المناسب 32 هذا الرقم فاكتب رقم واحد اللي هو رقم العبارة امام رقم 32 number two ثانيا 64 64 معناها 64 64 اوصلها بالرقم هذا الرقم اخلي رقم اثنيا number three ثالثا 47 47 معناها 47 واربعين اوصلها بالرقم هذا 47 number four رابعا 28 معناها 28 اوصلها بالرقم هذا الرقم 85 85 اوصلها بالرقم اوصلها بالرقم اللي هو 85 73 73 73 اوصلها بالرقم 73 واكتب رقمها مثل ما وضحنا من ذلك الرقم جدا مهمة اني احفظهن كامل لازم يعرف التلميذ شون يعد من الواحد واحد تلميه بمنهج الصف الرابع الابتدائي شاء الله بالخامس بالتدائي رح تتوسعون اكثر بالرقم وتقومون تعرفون تعدون اكثر من هذا الارقم اكثر من 100 هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا بيه مجموعة من الامور المهمة راجعنا بيه المعاكسات وكذلك راجعنا الصفات وشون نحولها الى صفات مقارنة باضافة عرفنا شون نقدر نقارن بين شخصين او مجموعتين او شيئين من خلال قاعدة المقارنة اللي شرحناها بالدقائق السابقة بالاضافة الى ذلك اخذنا الارقام وقلنا ذن الارقام جدا مهم ان نحفظ ملاعها لان راح تفيدني بدروس قادمة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة تحبونا تقدموها تقدرون تتواصلون وياها على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة